ثم شعرنا بالإقصاء دوي السيم زيان حسيتي فراسك؟ طبعا في حال طيق فراسك؟ كما كنا نشتاقين فراسنا إلى جالب جموع من طالبهم لا ندويوش لا أستاذ مهداوي كنا نستجازون نستجازون جموع من المباراة تمت حالتهم نستجازون أن نتوفقوش فيهم ولكن نتقبلوا ذلك بصدرين راحب لكن هذه المرة بلغ السيد الصباح لماذا؟ ماذا يميز هذه المرة؟ هذا المرة كانت جريمة متكاملة الأركان اعطيني عناصية فارد في قارتان Sandy أولا الس SER жireة جريمة تزوير 断ع قانون جنائي في تعريف المشترع لمشترع لجريمة تزوير في الفصل 351 الان فصل 351 الان 351 تعريف المشترع لجريمة التزوير utiliser المحرر الرسمي وهذه من أحراف مثل محرر التسميع أنه استبدال واحد الحقيقة على النحو الذي يسببه ضرارا للغير برافو لك تزوير الأوراق هو التغيير الحقا في بسؤولية التغيير مش أنه يسببه ضرارا لما توقع في محارب إحدى الوسائل فيك جلالكم تزوير هنا؟ نعم من يكمشون لائحة الناجحين أنك لقوا مجموعة من الأشخاص الذين لم يسجلوا في امتحال لكن هم موجودون ضمن لائحة الناجحين وهناك استبدال أرقام أرقام طبقات أبناء الفقراء بأبناء شخصيات نافذة سيد الوزير يقول بأنه غير آلة راقي وقع شي خطأ سيد الوزير راقي بعظمتي ليساني خارجة في واحد صراحة قال لك الآلة ما تختارش قال من الآلة؟ قال الآلة ما تختارش ريال السحات فبغينا نعرفه الوزير واش هو طبيب دو وزل هذه الآلة وعرفه إمتى تختار وإمتى تختارش غيره هناك كبير أنه عنده حسس كيزوفرينيا فعلم مستوى الخيطاب دياله يقوله شيء ونقيدة نقيدة كان أدنى الرقم المشهور دي طالبه هو الرقم 33915 ديال موراد طبعا من جبش الاسماء لا وراء خرج ديك الولد دكت التعليم إعلاميا وهضر على القديجو وكان مجموعة من الأشخاص نحن فيها تزويرتك نعم نعم شخص جريمة الزوار وانه تخص القضاء ماذا مش مشكلة لكن لدينا تواطع من أجل مخالفة القانون جريمة التواطع تواطع من أجل مخالفة القانون شما الفصل هذا؟ لأننا نكمشون الفصل 233 و القانون الجنائي باللاتي مئاتين 233 كيف يكون هناك مشكل متواطع هنا؟ هنا باش نشرحه للسيد المشاهدين بزيان باللاتي نقرأوا الجمهور باش نكونوا هذا الفصل مدين إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفة للقانون إما بواسطة جماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة وإما بواسطة رسل أو مرسل فإن مرتكب الجريم يعاقبون بالحبس من شهر واحد ويجوزوا كذلك أن يحكم بالحبس من واحد مكتب إذن هنا التواطع بين من وقع بين وزارة العدن وبين جمعيات هيئة المحاملة بالمغرب هدو عندهم تيازات السلطة العامة نعم نعم نقدر نتفصلف هذه المسألة مزيدة وخا كي نكون سياق كرونولوجي أولا نصدر قرار نصدر قرار تنظيم هذا الامتحان وأسطار على كلمة امتحان ماشي مباراة اه شنو كتفيد امتحان مش المغاربين يفهمونه امتحان تفيد أنه غندوزوا امتحان ليجابوا احد المؤدل يعتبرون يجيح ما كتحدث السقف ما كتحدث السقف مثلا احنا بغيين دوزوا مئتين ومية وخمسين جابوا المؤدل مية وخمسين كل ممكن ما عندوش الحق ابدا باللاتي ونديروا عبتاني لأي اخرى ودوزوا مثلا سبعين الف ونجحونا غامية ما عندوزوا غامية ما تقوليش لازدت ولا هبط لأنه لاش لأن هذا قرار مثلا متمرسل فبالتالي يعتبروا قانونا شمو كي حينا أستاذ على هذه المسألة أنه قانون كي حينا على الفصل السمدسور ياك هذا هو أعلى أعلى وثيقة اسمه وثيقة الفصل السمدسور شمو كيقول بأن هذا القانون وأسمى تعبير على إرادة وهو ملجز والجميع عمو الأشخاص ذاتين سواسية أمام القانون فبالتالي الوزير يتخذ كي يمشي ويقلسوا معاه ففي الاجتماع يخرج كي يخالف القانون دبحنا ما نبقينا في زمن سلطة المفيدية كتشرع ولا وزير كتشرع غير ببلغات نحن دبقوا في الزمن ما نبقانش حدث سميسة جريدة رسمية ولاش كان صدر هذا القرار فصل المادة السوادي يجب 80 نقطة يعتبروا ناجحة حين من بين محامين غيقات على هذه الامتحانات شوية مواقف متدبديبة غي يصدر البلاغ بلاغ ديام من تم بلاغ مشترك بين وزير العدل المحامون بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب قبل الامتحان بتاريخ الخميس فاتحة الجنبير 2022 باللاتيان أمين باقي ماذا باقي ماذا مزيان شنو غي يتفقوا فيه؟ إن عقد الجماع بين السيد وزير العدل ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مر في أجواء نجد إيجابية طبعاة الصراحة من ضمن ما جاء فيها استحضار ومراعات هواجس مكتب الجمعية في متحل أهلية لمزاوث منه الله شوية السادة هذه الجملة قارينة قاطعة لا تقبل لكس على أن هناك تواطئ تواطئ باش هاد المادة السا ما تطبقش لأن هاد المادة السا كتقول لي جاب 80 غين جح هنا قالوا بأن غينتطافقوا باش نسحضروا هواجس المهنة باش ما ندخلوش بنادم بزياد لأن هوااجس المهنة ما إياه ما خصناش ندخلو المحامين إذا هنا المحامون كانوا شركاء في جريمة دا القانون باش نحدوا الساد كنزنوا من المحامين شرفاء لتنتطافضوا عبروئي هنا كنقولوا جمعية هيئات المحامين بالمغرب وكنستثنوا من هيئات دار بيضاء الكبرى لأنها ماشي مع الجمعية هيئة محمد المغرب وفي المغرب كامل عدد المحامون كانوا ضد المكتب الرئيس والمكتب وبعض الأشخاص هنا تواطئوا باش غير تواطئوا اه تواطئوا مني من ناحية القانونية أفراد أو هيئات تتولى قدر من السلطة العامة إذا الوزير السلطة العامة واضحة المحامون يتولون قدر من السلطة العامة جمعية هيئة محمد المغرب تضم نقابات مهنية هذه النقابات المهنية تتعطي واحد السلطة في النقابة في تدبير الوضعية المهنية ديال القيطاع هذا الهضرمشي ديال القانون 28-080 منضم المهنة ليك تجي في المادة الأولى دياله ما يلي المحامات مهنة حرة ومستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء في التالي لهم سلطة قدر من السلطة حتى المشرع نرى كان دقيق من تتولى قدرا من السلطة حتى في تدبير الوضعية المهنية في التأذيب وما إلى غير ذلك رأى عندهم سلطة وخا نسيتم تقدموا شوية في النقاس جريمة الزوير عبرنا عليها جريمة التواضع هل هناك جرائم أخرى؟ بالنسبة الجريمة ديال استغلال النفوذ استغلال استغلال النفوذ هذا شمال الفصل هالجريمة لما تذكر الفصل 351 351 هل هناك جرائم أخرى استغلال النفوذ استغلال النفوذ في أنه الوزير العدل انطلاقا من منصبية الحساس ومن ما يمارسه من السلطة على قطع وزاري أنه تدخل لمخالفة القانون وتدخل أيضا كما تنطق هذه اللوائح بأن هناك عائلات منطقة عائلات لدازو أنه أكثر من 37 عائلة لداز 37 غير لبين دون احتساب الزوجات ودون احتساب أبناء الخالة وما إلى غير وخليكم مهم فصل 27 كل قاضي أو موظف عمومي يكلف أو يؤمر أو يحمل غيره على أن يكلف أو يؤمر باستعمال القوة العمومية أو تدخلها ضد تنفيذ قانون تحصيل جباية مقررة بموجه قانوني أو ضد تنفيذ إما أوامر أو قارات قدر وإما أي أمر آخر صادر من سلطان يعاقب بالحفظ من السلطان الوزير الوزير موظف عمومي نعم الوزير موظف عمومي لأنه الوزير لا تسر لأنه سخير قوة عمومية أو مخالفة قانون مخالفة صحيح هنا المخالفة دي القرار الوزير هو موظف عمومي لأنه لا يسري عليه ظاهير الوظيفة العمومية من 1958 ولكن ينضبط لمقتضايات الفصل 2024 من قانون جينائي فصل 2024 لأن مفهوم الموظف العمومي في القانون الجينائي ليس مفهوم الموظف العمومي في ظاهير الوظيفة العمومية صحيح يعد موظف يعد موظف عمومي في استبيق أحكام تشريع الجينائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمواجهرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر في خدمة الدولة إذن وزير العدل الموظف عمومي بالتالي كي يسرع له هذا الفصل 2027 إذن هو خالف القانون خالف القانون إذن عنده استغلال النفوذ في أولا في مخالفة القانون وهذا الأمر بيّن لأنه يخرج بالتصريح يقولهم أنا دخلت وقلت لهم نزلوا البارين يعني فبتلي الناجحين لم ينجحوا بناء على المعايير المحددة في القانون إذن هو خالف بناء على المعايير المزاجية الوزر إذن هذه نقطة في غاية إذن هذا قانون قانون هذا قانون نحترمو كما غير نحترمو هو تدخل خارج القانون بإيرادة شخصية نعم يقول لهم أنا اتدخلت وقتليهم في مخالفة صريحة لقاعدة توزيل إشكال لا يرغى بقرار آخر غير اتدخلوا قال لهم صافي بل عدد الناجحين قليل قال لهم اتدخلت وعطيت الأمر ديالي صافي وورقوا إذن تلبوس عنده واضح معتراف غير هو ما من يتزاد وما عرفنا كون يتزاد إذن أوقع على الفساوت حتى طائرات الفصل 2057 استغلال النفوذ ماذا استغل أخر النفوذ من غير الوزير لظاهر بيين لأن نحن نتوجه عن طريق الشيكاية كيف نجيون الحديد لبيين هو وزير لأن القانون المنظيم بالمهنة يعطي تنظيم الامتحان لجهة المكلفة بها القطاع الوزري وهو وزار لظاهر دابا وهو وزير لان غرس الحرب آه غرس الحرب